أكثر من تسعة آلاف مستفيد من رواتب الرعاية الاجتماعية في بغداد بلا مرتبات للشهر الثالث على التوالي حجبت لأسباب تقول عنها المصارف الحكومية إنها تتعلق بتحديث قاعدة البيانات وإجراء تعديلات للمستفيدين من الإعانات غياب المرتب الشهري أثر بشكل كبير على الأرامل والمطلقات وكبار السن كحال أبو حيدر الذي اتخذ من إحدى الأماكن مجغلا لكسب القوت اليومي بدل الراتب الذي توقف يعني هذا فائدنا وغاية فائدنا وكل شهرين ينسوا قاموا يطون 138 ينطون تتأخر يالجان تتأخر ومرات يطون مرات يعني قطعون يالله يطون هو عايشين على هاي ما رعاي وهذا رجل مريض 20 ألف دينار مبلغ يستقطع من راتب المستفيد يذهب كرسوم للبطاقة الذكية إذ يشتكي مواطنون في العاصمة من بعض منافذ البطاقة العالمية التي تستقطع أكثر من المقرر ويزداد الأمر تعقيدا للحالات التي لم تشملها لجان الرعاية بمرتبات الشؤون الاجتماعية دون الكشف عن واقع الحال لتصطدم هذه السيدة بعبارة أطلقتها اللجنة أنتم خارج خط الفقر قالوا يابا ليش حلب أخذكم كانوا يقولوا والله أنت فوق حالة الفقر يابا شون فوق حالة الفقر يعني بس مرة على العلاج والله كل شريطه والله ب13 ألف هذا الشريط هذا 3 شرائط بيه بـ 45 ألف كل شهرين يستلم 118 ألف ويقطعون يعني هاي العشرين ألف يعني هاي صارت 118 ألف يعني أنا أكثر من مرة رايح وشايف هاي المكاتب يعني هاي استقطاعات ترى هاي تظلموا بحق هذا الرجال الفقير المسكين أكثر من مليون مستفيد من رواتب الرعاية الاجتماعية في المناطق المحررة لم يتسلموا الإعانات منذ أكثر من عام فيما تؤكد وزارة العمل أنها بصدد تصفية شبكة الرعاية من الفضائيين ويطالب مواطنون في العاصمة بغداد وزارة العمل وشؤون الاجتماعية بفرض رقابة أكبر على اللجان التي تحدد المستفيدين لرواتب الرعاية الاجتماعية والتي لم تنصف الكثيرين وفقا لمتضررين من بغداد خطب عادل الشرقي نيوز